موسيقى الرئيس سيسي يوجه بمواصلة تنفيذ خطة توصيل الغاز الطبيعي للوحدات السكنية المنزلية والمدن الجديدة موسيقى الرئيس سيسي يتفقد عددا من المركبات المدرعة متعددة المهام التي تم تصنيعها بإمكانات القوات المسلحة وزير المالية يؤكد رفع كفاءة الأداء المالي باستخدام الحلول التكنولوجية موجز الأخبار من تلفزيون النهار أهلا بكم اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس مع رئيس الوزراء ومساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية ووزراء البترول والمالية والتجارة المزيد في سياق هذا التقرير اجتمع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية والمهندس طارق الملة وزير البترول والثروة المعدنية والدكتور محمد معيت وزير المالية والسيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة المتحدث الرسمي باسم رئيس الجمهورية صرح بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات في قطع البترول وخطة التوسع في استخدام طاقة الغاز الطبيعي سواء للوحدات السكنية أو الاستخدام الصناعي والإنتاجي وكذلك لوسائل النقل وقد وجه السيد الرئيس بمواصلة تنفيذ خطة توصيل الغاز الطبيعي للوحدات السكنية المنزلية والمدن الجديدة والتوسع في إنشاء محطات التزود بطاقة الغاز الطبيعي للسيارات على الطرق والمحاور الجديدة على مستوى الجمهورية وتسهيل وصول هذه الخدمة للمواطنين في جميع أنحاء الجمهورية وقد تم خلال الاجتماع استعراض أبرز محاور استراتيجية الدولة للعمل على تلبية احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية وتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وذلك من خلال وضع خطة تتضمن إجراءات حالية وطويلة الأمد بهدف تطوير منظومة توفير وتداول المنتجات البترولية اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس اجتمع الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة المزيد في سياق هذا التقرير اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة بالإضافة إلى عدد من قادة القوات المسلحة المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأنه تم خلال الاجتماع منقشة خطة القيادة العامة لتطوير ورفع كفاءة القوات بكافة أفرع القوات المسلحة وكذلك الارتقاء بمستوى التدريب والتأهيل لكافة عناصر القوات المسلحة طبقا لأحدث التقنيات في مجال التدريب والتسليح كما ناقش السيد الرئيس خلال الاجتماع آخر تطورات مشاركة بعض عناصر القوات المسلحة في مبادرة حياه كريمة والتي تستهدف تطوير الريف المصري على عدة مراحل ومدى مساهمة القوات المسلحة بالتعاون مع كافة أجهزة ومؤسسات الدولة لتنفيذ أسرع معدلات قياسية لإنهاء أكبر قدر ممكن من عملية التطوير في كافة القرى المصرية باستخدام أحدث الوسائل والمعدات لتحقيق الهدف المنشود من المبادرة وقد أكد السيد الرئيس على أهمية تنفيذ تلك المبادرة وفقا للمخطط الزمني بما يعود بالنفع المباشر على المواطنين ويسهم في تحقيق عملية التنمية المستدامة لكافة المراكز والقرى على مستوى الجمهورية كما أوضح المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس تفقد عددا من المركبات المدرعة متعددة المهام التي تم تصنيعها بإمكانات القوات المسلحة وذلك في حضور القائد العام للقوات المسلحة ورئيس الأركان ومدير إدارة المركبات حيث استمع سيادته إلى شرح تفصيلي لمراحل التصنيع المختلفة بدءا من مرحلة التصميم وإجراء الاختبارات المعملية مرورا بمراحل إقرار التصميمات حتى الوصول لمرحلة المنتج النهائي والذي روعي في إنتاجه تحقيق أعلى معايير الجودة ترجمة نانسي قنقر وفق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان على تخصيص 22 قطعة أرض بـ 12 مدينة جديدة بأنشطة متنوعة وذلك في إطار جهود الهيئة لزيادة معدلات التنمية ودفع عجلة الاستثمار بالمدن الجديدة وكذلك توفير العديد من فرص العمل من هذه المشروعات أعلنت وزارة الصحة والسكان أمس عن خروج 456 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 100157 وأوضحت الصحة أنه تم تسجيل 566 حالة جديدة ثابتت إيجابية تحليلها معملية للفيروس كما لفتت الوزارة إلى وفاة 38 حالة جديدة افتتح وزير البترول والثروة المعدنية طرق الملة محطة جديدة لتموين السيارات بالغز الطبيعي على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوية كما تفقد الوزير المحطة الجديدة والجاري الأعداد لتشغيلها للجمهور خلال الفترة القريبة المقبلة حيث تأتي المحطتان الجديدتان لخدمة مرتدي طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي على جانبيه من مستخدم الغز الطبيعي بالسيارات أعلنت وزيرة التجارة والصناع عنيدين جامع أن الصادرات المصرية غير البترولية حققت زيادة ملموسة بنسبة 19% خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2021 كما أشرت الوزيرة إلى أن الصادرات المصرية شهدت ارتفاعا كبيرا خلال شهر مايو الماضي بنسبة 50% وأضافت جامع أن الواردات المصرية شهدت خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري أيضا ارتفاعا طفيفا بنسبة 10% أكد وزير المالية دكتور محمد معيد أننا ماضونة في تعزيز حوكمة المنظومة المالية بالتزامن مع الانتقال التدريجي إلى مصر الرقمية وفقا لأحدث المعايير والخبرات العالمية على النحو الذي يصهم في إرساء دعائم الإدارة الرشيدة للمال العامة جاء ذلك خلال لقائه اليوم مع تيري هي الرئيس الإقليمي للشركة هواوي بشمال أفريقيا مشاهدين انتهى مجازي الأخبار شكرا لحسن المتابعة